اشتركوا في القناة اليوم وهو بولندا تستعد لاحتلال اوكرانيا نشوف الخبر مع بعض وقبل ما نبدأ نفكر حضراتكم بعمل اللايك للقناة للفيديو والاشتراك بالقناة ليصل بكل جديد وما تنساش تشير الفيديو في كل مكان لتعم الفائد على الجميع الخبر معانا بتاريخ 3-12-2022 وبيقول بولندا تستعد لاحتلال غرب اوكرانيا ونشوف الخبر بيقول ايه تحت العنوان اعلى نشرت فيز غلياد مقالا حول خطط امريكية بولندية لضم اوكرانيا الغربية الى بولندا وجاء في المقال اعدت ورسو الية لضم المناطق الغربية من اوكرانيا تعتزم القيادة البولندية اجراء استبتاءات في غرب اوكرانيا لاثبات حقها في المطالبة بالاراضي الاوكرانية واعلن ذلك الاربعاء مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي نارشيكن يرى نارشيكن ان السلطات البولندية تخطط للعمل بشكل استباقي بسبب مخاوف من ان يحاول شركاءها الكبار في الناتو التفاوض مع روسيا في الشتاء واضاف مدير المخابرات الروسية في الوقت نفسه ان التفاوض قد لا يأخذ في الاعتبار مصالح الاوكرانيين والبولنديين وفي الصدد قال الباحث السياس والمؤرخ فلاديمير كورونيليوف وهو من سكان دونستيك في الواقع اعادة اراضي غرب اوكرانيا حلم المجتمع البولندي والسياسيين البولنديين وهو حلم متجزر في اعماق التاريخ وتجري مناقشته بنشاط وحيوية اليوم وطبعا يا جماعة خلي بالكم اللي تقال في كل التنبؤات والتوقعات والتنبؤات العسكرية والاستراتيجية ان اوكرانيا ستقسم ستأخذ جزءا منها كبير لروسيا وجزء لبولندا وجزء لغيرها وسيكون مصير اوكرانيا بعد ما هددت العالم كله بسبب هذه الحرب الى التقسيم والقادم هيبقى اسوأ لاوكرانيا وكلما اقتربنا من نهاية العام هنرى اشياء لم كانت تتوقع بخصوص اوكرانيا ربنا واحد هو اللي يستروا دايما نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها واللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء شكرا لحضراتكم وكان هو هذا الخبر العاجل نتمنى من حضراتكم عمل اللايك والاشتراك في القناة ونشر الفيديو وتابعونا في فيديوهات قادمة كثيرة وهمة اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع